وبعدين يا زناتي هنعمل ايه ايه ده كده يا رفاع ما حصلش حاجة عمرو كده يا اخ عمرو تكناه يا زناتي واحنا مقالنا هو انا اللي قتلته نعم يا اخويا بقولك يا احمار فهمني كويس وكان حد شافنا مع لاد من اصله احنا في السليم في السليم ازاي بس حتى لو ما حدش شافنا لما جتته تبان هيطوروا على اللي قتل ساعات اللي هنعمل ايه ساعاتها يبقى الزابط هو اللي قتل الزابط ايوه الزابط سليم بيه الانصاري اسمعني كويس وفهمني يا احمار اللي هقولك عليه تنفزه بالحرف الواحد انت فاهم ما تتنعش كده انت فاهم الواد مش في البيت يا باشا وهم متعرفش هو فين استغفو الله عزيزي مرأة اكيد طبعا اكيد عرفين انت عمرك ما تجيلي بخبر حيلا اكيد بس انا اكدت عليها ساعاتك اول ما تشوفه تبلغ ويجي لساعاتك امشي امشي ارفاعي ما تخليش عسكري ساحيني اللي لو فيه مسيوة امشي يا باشا طل بدل البهدلة روح ساعاتك رايح في البيت امشي ارفاعي امشي سلم يلا حاضر يا باشا يعني انت متأكد يا حضرة الامين انت مسامعني بودانك اجحش انت مش مصدقني خدش اسأله اسأله ازاي بس انت عايزه طين عيشتي علي انها ما انت عايل كبانش حد يلاقي راحة وما ارتاحش انا بس خافي غير رأيه غير رأيه ازاي هو نعم يا قطرة بانش يعني انت متأكد ان علك خليه روح للاستراحة بقولك ايه ما تخنقنيش انا بلاكتك وخلاص مش عايز بلاش لا 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 قطرة الخير حضرتك خلاص انا هروحها رايح في الاستراحة واجي قبل ما يسحب مش كده هو كده عليك نور تمام خلصانة بإدارة ما تقومين تنامي يا سلمة مش عارفة نامي يا ماما انت عارفة نطوط المطر بيوطرني بعدين قلبي وكلني قوي على سليم ليه بنتي مالو مالوش هيبدي او حتى لسا مكلمني ومطميني عليه متقليش بس انا يعني اللي حسن يقلقينها قومي صليلي كرع كاعدين قبل الفجر ويدعيله ربنا يسلح حالك يا ابني يا حبيبي يا رب يا ماما اللي هو السليم بيعوز للمفتاح حضرة لمين وانا اش عرفني انت كمان انا هحقق معاه هيا خلص هتجيب اه ودهوله ولا تودهوله انت هو ساعدتك رايح له ايو يا سيدي هو يبطل طلبات لا خلاص خده ساعدتك انا مش ناكي سيمسك عليه غلطة لك دي ولا كده حضرتك عارفه ما بيرحمش ها مش عارف هفضل اشيل عنكو لحد قامت بقولك ايه روح حطه الدول اللي طلبه مش نقصين مشاكل على رأيك بس اللوهات ده واسمح لتلمية هاتلو اي حاجة للبارد بس تكون كويسها بقاس على الصيدالي حاضر معاني الجوه برا زي الزفت هم يا الله روح انت واخوه بالك لا نكش مش تقلباش بالسينكس بس ش Western دايس게 اون ذهب ذهب ما يجب التلفتول 보 brah calma fa عايزك في مصلحة مصلحة تاي اللي انت عايزني في ا 스타일 ما انا عان حاطتنا انا بزي دا موضوع انا بقى اوهأخلص ملكشفي المهم انت مش عايز حقك مشبد هموت يا زلاتي وانا لايت تكسرف بحاجب لك حقك بالظبط وهتطلع من هنا كمان بس تسمع كلامي همين يا أبا؟ موسيقى يا حق لا لازم أشوفك حيالة مش ينفع موسيقى طيب ماشي لا لما أجي أحكيلك مش ينفع دلوقتي طيب يلا مصفتي السكة وكنا عندك تا ايه؟ ما فيش في قلب أمك رحمة لا يا روح أمك خلال الرحمة تنفعك لما تشرف فطورة تلبس الأساور أرى الحق لطي تسيب لي مع بيتة الواب لوحدة أسيبك إزاي؟ أنت اللي هتخرجني من المكان ما جيت وتقفل باب ورايا كمان يلا 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 جرائع حاجة قضاء لو نافذ وفي حد بيموت ناقص عمر يا بني أدب أنت أنا جايبك تشلني من مصيفة متحضرني في المصيفة أكبر أنا بليش دعوه بالموضوع ده خالص إيه ده كده حاجة ما تقولش كلام تندم عليه بعدين إيه وقت قلت الأدب اللي أنت فيها دي ما تفوق لنفسك حاضر سيادة النايب أنتو سيادنا وعلى رأسنا أيوة كده تعادل أنا كل اللي قصدي عليه أنه ما نفعش أنه أنا ورات نفسي في مصيفة زي دي عشان خطر الحج وابنه وفي الآخر يبعني ولا إيه أنا كنت قلت لك قلت له أجحش أنت وأنا كان قصدي يا حج أنا حاولت مع ابن حسنة ما نفعش أرزت عليه شوية ما استحملش قضاء الله نافذ نصيبه كده ما حاول علاقاته إلا بالله طب إيه العمل دعتي يا حج ليش دعوة أنا أقلت لكم إن أنا مليش دعوة بالموضوع ده خالص هو اللي موته ويبه هو اللي يتصرف ما تهدى كده يا حج مش يمكن يكون الموضوع ده في مصلحتك مصلحت إزاي يعني دي جناية بين آدم أقول لك أنا إزاي دلوقت البيتة اللي يرحمها ولوقت كمان شرحها مين يعرف الموضوع غير الزابط مفيش والزابط كل اللي عنده كلام مفيش حاجة تثبت على تامر بيته ما غير الفيديو اللي على تليفون الواد والتليفون معايا وأنا خفيته بمعرفتي لا حسن لقدر الله يقع في إتحد كده ولا كده ولا عاي الشمال يحاول إبتزك وفاتشك في إرشينة حاجة أنا ما يرضنيمش انت بتهددني يا ابن الكلب انت؟ اهدى اهدى يا حج زناتي برضو عنده حق فاهموا يا متر والنبي قولوا ايه كمرة ايه كمرة لا ايه كمرة يا بنت لا إما وعزة جلال الله حضربك بالنهر اهدى يا حج اهدى ما يصحش كده وضي صوتك ممكن تقعد قعد وقالين زناتي مهما كان ده يا ابننا وهو ما يقصدش حتى لو غلط برضو وقالين ده واحد من رجالتنا وحنا رجالتنا مش ممكن يتخلى عنهم ابدا قول لي يا زناتي تاخد كاما وتجيب التليفون بتاع ودلة معك ده لا موازة حمار بيه التليفون هيفضل معي وبعدين انتو خايفين من ايه محنا في مركب واحدة يعني الفيديو ده لو ظهر انا اول واحدة رأى في ستين داية وقبليكو كمان ولما انت عارف كده عايز تخفيه معاك ليه معليش يا متر الشيطان شاطر انا كده بالنسبة لي امان اكتر ومالوي زناتي الحكاية ببدا بس بقى ادمنا وينا نلبسها للظابط يبقى لازم نقعد مع بعض ونرتب اورقنا لان برضو ما تنساش ان ده الظابط والدخلية مش هتتخلى عن رجلها ما تلقش يا متر وحط ببطنك بطيخة صيفي انا مرتب نفسي كويس والتهمة لبسة لبسة ومحدش يقدر يحميه ماشي فهمني بقى انت عملت ايه بالظبط اقولك السلم عليكو عن طلب ركيتو السلم عليكو عن طلب ركيتو يا رب رب احنا قليلا ممتاش غيرك السلم عليكو عن طلب ركيتو أكربه أهب جنبه يا رب أخليك في دورنا يا رب أنا من نجاهي لك إنه بي لقل حبك إنك ما تسمنا يا رب يا رب كده كله تماما مش فقط غير حكتين اتنين أيهم يا متر الزاب الجي هنا والعسكري اللي كان سيق البوكس هايش هب كده يبقى إحنا لازم يكون عندنا تفسير منطقي غير الكلام اللي هيقوله طيب دي تحل إزاي يعني؟ الحل عندي إيه هو ما تقول بقى إناش هتحرم عليك النهار طلع علينا ركزوا معايا واللي هقوله هو اللي لازم يتعمل ما عندناش وقت نضيعه تفضى يا أخي ما تلاقي لسه صحي الجماعة لسه نازلين خير ما دا يا لكونا عايز تسألني يا تفاقني على إيه؟ إيه؟ وأنا مال أنا ومال الموضوع دا وحاجة جوا دايرتك ما تتصرف إنت يا أخي أيوة أنا علاقتي بإنها ملعبك وعايزة بس يعني زابط عز بعيل في اسم مش في دايرتي هكلمه أنا لإيه في الموضوع دا تس يا حماد بقى على زنك اسمه إيه الزابط؟ إيه؟ سليم الأنصاري؟ مش دا اللي كان في الصف؟ آآ لا لا ما عرفوش شخصية اللي يعرف اسمات عنه ماشي ماشي سيب لنا الموضوع دا أنا هتصرف حاضر أكلم وارجع أكلمك استنى مني تليفون ماشي 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 صبع الخير معني نايب آسف لو كنت بكلم حالك بدري الحياة في مشكلة كبيرة شوية قلت أكلم حالك نحاولنا لأمها قبل ما تكبر ومنعرفش تصرف صباح الخير يا باش يبدو ببرأة حد يصاع حد كده ما انت اللي قلتلي يا باش رو عملي شيء حاضر يا باش انا كان قلبي حاسس كان قلبي حاسس من الاول ما ده متأخر كده يبقى خدوه تاني هو الزبط ده مش هيشيله من دماغه يا ست سناء انا عايزك كده تهدي وتتأكدي ان ابنك هو ابننا انا الحاج لطفي موصيني ان انا اخبالي من موضوع ده جدا ما هو العشان بردك يا حاج وعلى فكرة حمد بي بلغ اكبر ناس في وزارة العدل واحنا هنتولى البلغ بالنيابة عنك لا انا مش عايزة ابلغ ولا اي حاجة انا عايزة الودي يرجعلي والزبط ده يشيله من دماغه خالص وينساه لا لا يا ست سناء ما هو الموضوع ده اذا ما كانش يكبر مش هيتحل انا عايزك تتطميني كده خالص وتسيبين احنا هنتصرف في الباقي قلتي ايه اللي تشوفوه ما الحاج لطفي زي ابوه برضو اكيد هيعمل الصالح اللي تشوفوه انا شريف رمضان وكيلي النقا بالعام فين سليم يابن فضل افن ايرفع يعني وكيلي النقا مع دلوقتي طب تمام مية مية بقولك ايه تنفذ اللي اتنك عليه بالحرف وابلغني اول باول يا جدع انت خاف كده ليه كده ما اتنك كل حاجة معمول حسابها بكرا لما الليلة تخلص وتلاقي الارشينات في ايدك هتدعي لعمك زنات يا بقف سلامة مقف سلامة يا باش انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده والله يا سليم بيه الكلام ده هو اللي عندنا الدنيا مقلوبة النقا بالعام بيتابع بنفسه الموضوع هي ايه الحكاية بالزبط يا باش حكاية ايه اللي وده جاي قدم بلغة عشان حدسة طلعت هشوف ايه الموضوع ما القدوش بعدتله حد على البيت برضه ما القدوش هعمل ايه يعني هم هو كان فيه فعلا مشكلة بينك من اللي وده مشكلة يا باشا مشكلة ايه اللي وده اشتبه نفيف كبين وخرج تاني يوم مفيش حاجة هم ماشي معلش يا سليم بيه انا عايزك تقدر موقف كويس انا عندي تعليمات اللي انا فتش الاسم ورجع الدفاتر بنفسي باشا باشا الاسم كله تحت امرك اتفضل الوقت مش موجود في الدفاتر اصلا من قلت الساعتك يا باشا الوقت كان جاي يبلغ ايوه يا سليم بيه طفين المحضر طفين البلاغ الوقت ملوش اتفضل بالدفاتر ايه يا باشا هم بتنسمعتهم منه روحت اجيب الوقت اللي عمل الحادس رجعت ملقتوش هعمل ايه يعني ايوه بس الناس شافته اوها داخل محدش شافه اوها خارج ومحدش قالك الدنيا كتعامل ازاي برح محدش شاف حد خارج ولا داخل دنة مقلوبة ايه يا سليم بيه انا مش فاهم صراحة مفيش ولا حسكر في مخانو صراحة يا شرف بيه انا ست المأمور ايه الحكاية يا سليم الوزارة مقلوبة والتليفونات ورا بعد من الصبح مفيش حكاية باشا مفيش حكاية ازاي والوقت اللي انت حاجزه ده ايه حكايته انا ما حاجزتش حده ما شفتش حد يا باشا احنا هنشوف الموضوع ده انا كده كده هفتش الاسم وانا قلتلك يا باشا الاسم كله تحت امرك هاجم عاجبي نفسي بعد ازنك يا باشا معانا تفضل يا بيه تفضل يا باشا تفضل يا باشا مفيش غلوات ده في الحجز واترحل النواردة عن نيابة تعال يا ابدي كلم يا باشا يخلص ايه يا باشا انت احمد تايسون ايه يا باشا انا احمد تايسون كانت حد هنا غيرك ايه يا باشا كان فيه كان فيه عائل عندنا من حتة وجوش ويه ومشي مين ده اللي كانوا انا جبا باشا بسمك بالطول كده والله يا باشا سيب ده وانت كان دائم يا باشا بعد ازنك اسيبه يكمل كمل يا باشا انا هتكلم بس وعدني اسلينبي ما يعمليش حاجة محدش ايه جنبة ككمل يا باشا اسلينبي يجي بالليل وجابلهnova الدماء وكان يعيني مهدوم العفة يا باشا والله ونزل فيه ضربة باللبكاس واللكاكيمة باشا فيكل حدمة مين دة اللي نزل فيه ضربة يا باشا بتتكامج شان فحكينا يا سنين بيه حاجبت المعمور خد سنين بارة بعد اسنين تعال يا معاي عايز يا ديتي تعال تعال معايز عايز اعرف كل حاجة بالزبط بحاجش هيكلمك اقول يا باشا الكلام ده محصلش اللي وده اكيد متفق معاهم متفق معاهم وما جوا الحاجز يا ابني لو ما خبي علي حاجة اقول لي عايز الحق اتصرف هخبي ايه بس يا باشا انا عايز افتش الاسم شبر الشبر ودلوقتي حالة افضل و יש load تعال باشا اتفضل الاسم قدامك فضøشوا هالتح 일�촉 اتفضل يا بيه افضل初 ابتعد ازها طغي تفضل ابتعد ايه ااذ موسيقى إذا بأبا حولت موسيقى 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 شكرا موسيقى فيق يا منجي مين تلك اللي كان ميكلمك؟ ده المأمور بتاع سليم يا ماما المأمور بتاع سليم يكلمك ليه؟ وهتروحيله ليه؟ سليم سليم شكله وقع في مصيبة كبيرة اوي يا ماما كده بقى الأمور كلها وضع حد محدش يعرف تقريد تب الشرع ممكن يقولي تاني أنا هبعت المعمل الجنائي هنا عشان يفحص الاسم كله ويا ريد محدش يتصرف تصرف يخلي الوضع اسوأ نصيحة مني أي لعبة في الأدلة هيضركم أكتر أنا هطلع عني يا بقى سليم المأمور ياريك بقى تجيبني البشا بنفسك لإلا والله العظيم أبعت أجيبه متكلبش أبعت أجيبه متكلبش أبعت أجيبه متكلبش المترجم للقناة 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 ما كانش قصدك تقتله برضو مفيش فايدة بعد كل اللي قلتوا لك ده بتقولي برضو قتلتوا ازاي برحتك بقى هل عايزة ساعدك والله انا معاك مش ضدك عموماً انا رجعت للمحام العام والسادة النائب العام واستأذنتهم قول ما اخد قراري والعلمك ومعتصال بموديل الامن ووزير الداخلية وحطينهم في الصورة اكتب يا ابني يحبس المتهم سليم عبد الحميد الانصاري اربعة ايام على زمة التحقيق ويراعد تجديد في الموعد القانوني